أهلاً بالمتابعين الأحباء سبق وقدمت العديد من اللقاءات والحلقات على وسائل تواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية حول تاريخية مكة وقدمت النظريات والدراسات وأشرت لنظرية دان جيبسون ودراسة باتريشيا كرون ومن خلال تقديمتي لهذه الفرضيات والنظريات والدراسات بعض المشاهدين الكرام اختلط عليهم الأمر واعتقدوا أنني أؤيد نظرية دان جيبسون التي تقول بأن مكة قبل الإسلام كانت بالتحديد في مدينة البطراء ومكة الحالية بنيت في عصر عبد الله بن الزبير الذي نقل الحجر الأسود من البطراء إلى مكة بأرض الحجاز بالنسبة للفرضية التي أؤيدها ليست للدان جيبسون وإنما قلت مرارا وتكرارا منطقة أرابيا بيتريا وهذا فرق كبير بين البطراء كمدينة ومنطقة أرابيا بيتريا كمساحة شاسعة حكمها الأنباط قبل القرن الثاني الميلادي فهي تضم صحراء سيناء وفلسطين والأردن وشمال السعودية منطقة العلا كل هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة توافق جغرافية النص القرآني وهي المنطقة التي عاش فيها النبي محمد وأتباعه متنقلا بين أطرافها حسب الظروف السياسية والدينية لتلك المنطقة أتمنى أن أكون قد وضحت هذا اللبس نعم سبق وقلت أن الملكة زنوبيا أرسلت الحجر الأسود بيتيلوس عند اقتراب سقوط مملكتها في سبعينيات القرن الثالث الميلادي خوفا من استلاء الروم على هذا الحجر المقدس فنقلته من مدينة تدمر إلى البطراء كأحد الاحتمالات القوية وبالذات لمعبد الأسود الطائرة كل الاعتراضات والإنكار والرفض لهذه النظريات مبنية على نقطتين الأولى عقائدية فالرسول محمد بحسب الدجمة الإسلامية ولد وعاش نصف قرن من حياته في مكة الحالية وكل الترات والأخبار والسير مبنية على هذا الاعتقاد فكيف يمكن إنكار هذا الموروط العظيم أمام فرديات لا قيمة لها أمام هذا التاريخ المتواطر خلال قرون وأجيال عديدة يسأل المسلم النقطة الثانية تاريخية مبنية على اختلاف المداهب والفرق الإسلامية التي خاضت حروبا طاحنة بينها وبين بعض واختلفت في كل شيء تقريبا عدا مسألة جغرافية مكة النقطة الأولى من الناحية العقائدية فالقرآن هو الكتاب المقدس والرئيسي في العقيدة الإسلامية يطلب من كل أتباعه أن يحفظوا وصاياه وأوامره ونواهيه باعتباره الكتاب الإلهي المنزل من السماء على رسوله محمد بن عبد الله ومن بين الوصايا الأمر بتدوين وتوثيق دين بسيط بين شخصين بحضور شاهدين عدلين على الأقل وذلك في صورة البقرة الآية 182 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخره فكيف لا يكتب تاريخ مجيد وعظيم لنشأة آخر صيحة في الديانات السموية إلا بعد قرنين من الزمن تقريبا أقدم تدوين وكتاب لهذا التاريخ الإسلامي وصلنا في بداية العصر العباسي ولم تكن بداية تدوينية من باب العلم بهذا التاريخ وتوثيقه فقط كتب من أجل تعليم سمو الأمير ولي عهد الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي ومن هنا انطلقت الأقلام وسالة جداويل من المداد في كتابة هذا الموروط العظيم النقطة الثانية ليس صحيح أن كل الفرق والمداهب أجمعت على قدسية الحرم المكي باعتباره مهد الديانة الإسلامية فعبد الملك بن مروان أمر بهدم الحرم المكي بالمنجنيق على رأس عبد الله بن الزبير أثناء حملة الحجاج بن يوسف الثقافي العسكرية لإغماد ثورة عبد الله في حين كانت كعبة الصخرة في القدس قد انتهى عبد الملك من بنائها أقول كعبة لأن المكعب شيء مدور ككعب الرجل وكواعب أترابة وبعد هذه الحادثة بقرنين يتعرض الحرم المكي وأقول حرم وليس كعبة لاعتداء شنيع من طرف فرقة إسماعيلية مسلمة وهي فرقة القرامطة قتلوا الحجيش أيام التشريق سنة 908 ميلادية وسرقوا أهم ركن مقدس في الحج هو الحجر الأسود بيتيلوس ونقلوه إلى القطيف قرب البحرين حيث بنوا كعبتهم المشرفة على شكل دائري وليس مربع ولازالت أطلالها قائمة يمكنكم زيارتها في منطقة الجيش إلى اليوم يخبرنا الدكتور جواد علي في مفصله بوجود عشرات الكعبات في الجزيرة العربية قبل الإسلام هذه الكعبات كانت مراكز عبادة وتقديس لمداهب وديانات مختلفة كانت منتشرة في الجزيرة العربية حيث تقام فيها مناسك الحج نعم حق باللغة الآرامية والعبرية معناها احتفال ديني بحسب الموروط الإسلامي مكة الحالية كانت تقام فيها مناسك حج وثنية لوجود مئات الأوتان والأصنام داخلها فهل الرسول كان ينوي الحجة أيام صلح الحديبية داخل زحمة الأصنام والأوتان؟ فكر فيها تقول الرواية الإسلامية بأن مكة بناها أبو الأنبياء إبراهيم الخليل في زمن قديم وكانت تجارة مكة والحج بواسطة القوافل سبب وجودها في التاريخ والغريب أننا لم نجد ذكرا لمكة قبل أواخر القرن الأول الهجري في أي مصدر تاريخي يؤكد تاريخية مكة وبالتالي يعطي مصداقية للموروط الإسلامي برمته فهل يعقل أن يستشهد المؤمن بتاريخية مكة على كلمة واحدة عليها مئة علامة استفهام في مصدر التاريخ العالم القديم كله؟ وأقصد كلمة ماكورابا التي ذكرها بطليموس إسكندري في القرن الثاني الميلادي فهي دون شك حسب رأيهم مكة المكرمة وعندما نرجع إلى معجم خريطة بطليموس نجده يقول إنها في شمال غرب أرابيا فيليكس يعني بالقرب من شمال اليمن حاليا ويحدد موقعها بين مدينتي سونتوس جازان في أقصى الجنوب الغربي للسعودية حاليا وتيبي مدينة لحيا داخل الحدود اليمنية يعني أكثر من سبعمائة كيلومتر تبعد عن مكة الحالية ومن المؤكد أن بطليموس لم يظهر ماكورابا هذه فقط نقل أخبارها عن بعض التجار هذا لو سلمنا بدقة خريطته نعم ذكرت مدينة يترب المدينة المدورة باسم لاتريبة في منطقة أرابيا ديزيرتا وليس هناك أي إشكالية في تاريخيتها قبل الإسلام فلماذا تختفي مكة من كل استجلات والعقود والمخطوطات والنقوش والعملات قبل الإسلام؟ ألا يوجد في التاريخ أي مؤرخ أو رحالة أو جغرافي أو تاجر أو قائد عسكري ذكر اسم مكة قبل الإسلام غير مكورابا هذه وكأننا نبحث عن إبرة داخل المحيط؟ للرد على هذا السؤال نلقاكم في الحلقة المقبلة فكونوا معنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة